سلسلة رينو مع أوبو من أكثر الهواتف المعروفة هنا في الجزائر خاصة في البداية الفئة المتوسطة بالرغم من أسعارها التي رايحها قليلا للفئة المتوسطة العليا أجبت لكم اليوم أوبو رينو 7 اللي ما زال ما كان في الجزائر بسيفة رسمية ومادامه متوفر عندي قلت نعرفكم على المواصفات والعيوب سعر تعوف أوروبا حوالي 300 أورو إلى 299 أورو عندنا حوالي 6500 أورو ممكن يفوتها شوي ونقول لكم حاجة واحدة فيه واحدة الكاميرا إضافية ما تصدقوش واش الدين أكثر حاجة راح تجبدك في الرينو 7 هي الديزاين تعوه ولا تصميم خاصة الخلفية وخاصة هاد اللون اللي عندي اللي اسمه سانسيت أورنج اللي يأتي بخامات مختلفة على اللون الأسود والغريب هو أنه حتى في السمك ما همش كيف كيف هذا الزوج ألوان يعني الأورنج يأتي زايد بصفر فاصل واحد ميليمتر على الأسود والشي هذا باينماك شرح تلاحظه بالعين يعني مستهيل حتى بيدك تهز التليفون مستهيل تلاحظه لا تستطيع الخوارج هي 0.1 ميليمتر الصانسيت أورنج يأتي بخامات رايحة للجلد وحتى الملمس تلاحظه للجلد تقريبا التليفون كما أغلبية هاتي فرينو يأتي خفيف في الميزان يوزن حوالي 178 جرام برق وفيه مقاومة خفيفة للقاطرات الماء بمعيير IPX4 ويأتي بخلفية وحوافه مسطحة زيت في حاجة سبيسيال وهي الرينج لايت ولا الإضاءة الارجي بي اللي يأتي في الحلقة الكاميرات يأتيك إشعارات رسائل اتصال ولا أي شيء مثلا التليفون يكون تشارجه ستشعل هذه الحلقة يعني يأتي بعمل لاد نوتيفكيشن بكري وهي محلبة وبفكرة جديدة وكي يدعون لاد نوتيفكيشن ضربوا عصفورين بحاجر ومن بعد سنقول لكم عليه والخلفية تعلون الأسود نسينا ما حكينا شيء عليها تأتي بلاستيك عادي يعني بلاستيك حرش اللي كما ما رفع تسميه اوبو رينو غلو الشاشة كما أخواتوا لي قبله تأتي بالطول من نوع AMOLED بدقة Full HD Plus بسرعة تحديث 90 هرتز بإضاءة متوسطة وطبقة حماية Gorilla Glass 5 يها كثافة بيكسل تلحق حتى 409 بيكسل في الإنج اللي هي كثافة طالعة وتجيب ألوان مليحة وبضيقة عالية المعالج ليفر رينو 7 اللي هو الكوالكم سناب دراجون 680 ستة نانومتر مع معالج رسومية آد رينو 610 المعالج هذا كين حتى في تليفونات يديروا 4 ملايين و 3 ملايين و 9 ملايين الرام كيل عادة 8 جيجا تخزين 128 جيجا وكين نسخة واحد وخرى فيها 256 جيجا وهي لكم عندي بالتجربة الأداء في الاستعمال العادي مليح وكين قلت قلت الاستعمال العادي تليفون خفيف مع نظام ولا وجهها مستقرة بزاف كين المنافسين تلقاههم في المعالج والاستعمال المشارجي شوية حتى يكونوا أرخص منه بسح ملاحظة كامل تليفونة أوبو تقريبا خاصة الرينو وحتى هواتي في ريلمي فيهم وجهات خفاف كما هنا في الأوبو لدينا كولور واسد تعاون تليفون بزاف بشي يكون الأداء مستقر وأكد لي على الاستقرار تلك الواجهة وكيم قلنا خاصة سلسلة الرينو هنا عندنا أندرويد 12 مع كولور واسد نسخة 12 نقطة واحد تخلي التليفون مليح بزاف في التسفح المتواصل والواجهة فيها إضافات لموارد في نشوفهم كما الرام اكسبنشن اللي تزيد لك 5 جيجا فرام عن طريق الروم ولا مساحة التخزين في الدكاء الاستيناعي ولا خاصية AI System Booster كما يسميوها هذي تعاون التليفون في الأداء بالدكاء الاستيناعي ويمد في أنتوتو بنشمارك 220 ألف نقطة تقييم تقدر تقول لي كان لي فيتينو بصحادة غالبهم بالواجهة من جهة الكاميرات ولا من جهة التصوير الرينو 7 فيه تلت كاميرات خلفية رئيسية 64 ميجا بيكسل فتحة 1.7 تلتة 2 ميجا بيكسل فتحة 2.4 تلتة بورتري رأيكم تعرفوا كيف تصورك ما شخص الخلفية اللي وراه راح أجي مضبة بالدعم تحت الكاميرا الثالثة والكاميرا الثانية ويني اسمتها من الأولى للثالثة طولة الكاميرا الثانية نجدها هي الأخرى نحكي ليها أخذك شفيها حاجة مميزة وعندها حكاية مع هذه الإضاءة اللي حكينا عليها قبيل الكاميرا الرئيسية لبس بهاتم التفاصيل فتحور ألوانها مليحة موعلجة مليحة حتى في الإضاءة الضعيفة عجبتني فيها الموضة تعقوب بوكي مال بوكي خاصة في الإضاءة الضعيفة نقصتها حاجة وحدة لهي دقة الفيديو ولا أبعاد الفيديو ما فيهاش الفور كاي يصور 1080p وزي 30 fps تقريبا واحد العشر تليفونات في الفئة هذه العام هذا خرجوه جبناهم كامل كما هكا يعني كل تليفون جيبوه نقوله ما يصورش فور كاي السيلفي 32 ميجا بيكسل وعلى بعضنا أوبو تركز بالزافع السيلفي من بكري ويأتي بزاوية واسعة يعني تقدر تصوره في جماعة مريحين في الإضاءة المليحة تمدلك تصور مليح بزاف تفاصيل وجه تبانكي ما راهي ألوان نقدر نقوله مليحة بزاف وشية مدى بيك ركز بك على إلاء يعني أعطيها إذا أمليحة تعطيك تصور ملاح وذوقا نرجع الكاميرا الثانية كاميرا هذي جينا بضيقة 2 ميجا بيكسل فتحة F على 3.3 رح تقول ايه وشية الفتحة هذي الضيقة هذو كامل ما يهموناش الخواء اللي يهمنا أنها من فئة المايكروسكوب والفي نشوفوا من قبل ماكرو الكلمات عن ماكرو تشبه المايكروسكوب بالصحة هذي محلبة على المايكرو بـ 5000 خطرة ومن اسمها رح تعرف خدمتها اللي هي مايكروسكوب بالعربية معناها ميجهر كي تدخل الموت على الكاميرا هذي رح يشعل اللاد اللي يضاير بها اللي حكينا عليه قبيل عليها كتكون قبيل باللاد هذا ضربوا عصفورين بحاجر وعليها كتكون الكاميرا الثانية هذي عندها حكاية مع اللاد هذا وعليها داروه لأنه بما أن الكاميرا هذي مايكروسكوب يعني تعميجهر ما لازم تقرب بزاف الحواج اللي حتصورهم معناها لازم تكون عندك إضاءة لأنك تتقرب الحاجة بزاف رح تحجب عليها الضوء الكاميرا رح تضوي الحاجة هذي بعن طريقها تألاد وجربت هذه الكاميرا في قدهن حاجة والتجربة كانت مبهرة ما كنتش نسنى فيها خلاص كما هكا صح قبل ما نجيب تليفون هذا قريت الموصفة تعوقلك فيها مايكروسكوب صح الخواكي جربتها فاجأتني صراحة يعني شغل عندك مجهر حقيقي في يدك سوف نضع لكم تصور حساسة قليلا لا يمكن أن يخافوا منها بعض الناس ثم سوف نضع لكم رجل عنكبوتو حواج يخافوا قليلا البنات اللي يخافوا وماكل يشوفوا جيتكم ذلك الخواكي للمختبر اللي رح نديرو فيه التجربة بالمايكروسكوب بتاع أوبو رينو 7 نجيبو حواج نشوفوهم تحت المجهر نشوفو كيف يبانو ونبدوها بالورطة هذه بتاع الكوزينة اللي يمسحوا بها كامل تعرفوها رح نبدو بها التجربة اول حاجة لازم نعرفوها هي باش تتعمل هذا المايكروسكوب لازم تدخل تطبيق الكاميرا تروح الامور هنا وبعد تخير مايكروسكوب وبعد وش لازم تدير تقربك الحاجة اللي حب تصورها وتشوف كيف مدير من الداخل مهم خواكي تقدم رح تشوفها محبة بحبة نقطلي فيها كاميرا كنتم تشوفوها واحدة زوج وبالعين الخواة لا تبانو بلي شفافة بصحكتها شفت بلي رح يشفافة أعلاف يا راكم لانه قاعدة تبين في الخلفية الصفرة هذه كاميرا كنتم تشوفوه ها عليكم ذو كالخواة جاتني فكرة باش نحط الرينو سافن هو بعد نشوفوه تحت المجهر خاصة اللون هذا اللي يأتي في الصنصيت اورنج اللي حكينا عليها قبيل وهو ليكم الخواة كيفاش يبان يعني يبان شغل الجلد كما قلنا قبيل صح تصميم ورايح للجلد يعني وما هو الجلد بالصح بلاستيك مخدوم على طريقة الجلد كما راكم تشوفوه يبان كما راهو ونقول لكم الحاجة باقي الخواة لازم تكون الحاجة اللي تصور فيها ثابتة ولازم يكون التليفون اللي تصور به ثاني ثابت باش تقدر تخرج نتيجة مليحة وجيتني فكرة تاني الخواة باش نزيد ونجربوا هاد البافل اللي دي ما تشوفوه في المراجعات نتعنا نحطوه هنا الخواة نشوفوه نجربوه تحت المجهر لي انو مخضون بالقماش كما راكم نشوفو الخواة يعني بان كما راهو حب بحبة كما راهو رأيو فيحتل وصخ ما عندي ما نقول الخواة شوفو باعينكم وياحكمو وخلاص ما عندي ما راح نقول لكم نحيوعلينا هاد البافل ونجيبو قماش نجيبو تريكو كما راكم من اشوفوه تحت هاد واناجمذ يحيرنها هادو بسم الله واو ما عندي ما نقول الخيط إبان الخيط بخيط كما رأيكم تشوفوا المنظر هذا مستحيل تشوفه بعينيك و لازم تكون ثابت مية بالمية بشتحكم المنظر هذا كما فهمتكم قبل لازم ما تتحرك ولازم الجسم الذي تصور فيه تاني يكون ثابت صراحة الخيط شتوا هذا المجهر كون تكسبوا التليفون هذا ما الذي تجيبه تبقى تجربه في الحواج لأنك تجربه جميعا وعلى بل يكون تجربه في ماك لو لا قادر تعوده وما تأكله و ذو كل خيط نحط لكم تصور مصورين بالكاميرا هذي تلك المايكروسكوب و نكتب لكم كل حاجة وشي اياختكش ما تقدروا تعرفوا الحواج اللي صورناهم بلا ما نكتب لكم البطارية اللي في الرينو 7 بسعة 4500 ميلي أمبير بالاستعمال العادي تكمل اليوم خصوصا وأنه أوبو لا يستهلكه خلاص تقريبا من البطارية ومنسوش أنه فيه شحن سريع 33 واط سوبر فوك البصمة في الشاشة و أدائها مليح لباس به نقاط الملاح في الرينو 7 أولهم التصميم باهي خاصة لون هذا سانسيت أورنج زياد لها الرجي بي رينج لايت اللي هي الحلقة اللي تشعل بالضوء اللي تخليه متميز على التليفونات الأخرين في وجهة كولور اوس اللي تعاون التليفون بش يكون الأداء تاعه مستقر بزاف زياد عندنا فيه استهلك قليل بزاف من البطارية اللي بسعة 4500 ميلي أمبير وزيد لها الكاميرا الثانية المايكروسكوب وهي أكثر حاجة من كنت تسمع فيها خلاص تبهرني هذا الإبهار كامل وما نقص في الرينو 7 هو أنه لا يدعم تصوير فيديو 4K بالنسبة للفئة المعالج ليس أقوى في الفئة مثل ما قلناه بالوجهة تعاونه زياد لا يوجد سماعات استيريو ويكون زادوله قليل في سرعة الشحن وهذا كان في الفيديو تعليم خواه كما قلنا السعر الرينو 7 هو ما زال ما كان في الجزير المهم السعر راح يكون جواه 6500 مليا ممكن يفوتها شوي وهذا كان في الفيديو تعليم خواه إن شاء الله يكون عشبكم في فيديو إن شاء الله تكونوا استفدتوا إن شاء الله تكونوا مباهرتوا ثاني من الكاميرا المايكروسكوب لا نتحدث عن أخواتي أن تجدوا في الفيديو إن شاء الله تكونوا في رواحكم شكرا